بربعتي مشاهدينا خلينا نروح وناخد حضراتكم في جولة من الأخبار اللطيفة كده الخفيفة من مختلف بلاد العالم هنبتدي بإحدى عروض السرك المتنقل هارليكوين في مدينة بريزعفسكي في روسيا واللي شاهد عجوم عنيف من دب بني ضخم خلال العرض الدب هجم ثلاث مرات على المدربة بتاعته ومساعدها زي ما احنا شايفين مع حضراتكم كده في الفيديو أنه الدب هجم أكتر ممر على المدربة بتاعته الناس كمان كانت موجودة كانت بتتفرج ما بين خوف وخوف وزعر وفي نفس الوقت كانوا مستنين مش عارفين إيه اللي هيحصل وبرضو في جزء من الناس قاعد يصور هذا الحدث وبعد كده نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي لكن الحمد لله أنه ما كانش فيه أي إصابات وعدة الموضوع على خير لكن ده طبعا ما يمنعش أنه إلى حد كبير برضو يخوف يعني مشهد يخوف مش عارفة يعني الدب هجم أول مرة الناس فضلت قاعدة ليه يعني واحد باخد أطفاله كده ورايح بعيدا عن أنه هم الأطفال شافوا دب بيهجم على بني آدم وده حيدمر لهم نفسيتهم وحيفضلوا بذكريات مؤلمة ما خوفتش الدب يطلع بقى يسيب المدربة ويطلع على الناس يعني خد أيالك ويجري بس مش عارفة ممكن تكون في حاجة استفزته الدب وفي نفس الوقتة يعني مبارح برضو كان فيه فيديو كده لطيف في كاليفورنيا عشان موجة الحر اللي حصلة في العالم كله والاحتباس الحراري والحر اللي حاصل ده شفنا فيديو لدب أو دبة ومعاها طفلين دبة بس غيرين نازلين البحر على في كاليفورنيا ناس قاعدة على البحر كده مرة واحدة لقوا دبين أو دب ومعاها دبين صغيرين راحوا معدين من نصدق ما كلموش حد هما جايين ينزلوا البحر يطروا على ألبهم كده الجو حر يا جماعة نسع بعض بني قدمين ودبا يعني ما نزع عدش تخيمتها دع البحر بتلاقي دب جايين عدي من جمبك يلا حسافير لسه مع الطيور ومصورة مهتمة بالحياة البرية هي مصورة أمريكية اسمها جوسلين أندرسون صورت صورة ندرة لطائر اسمه شحرور بتهيأ لي حضرتكو أكيد عارفين الشحرور ده اللي تسمت عليه الجميلة صباح الشحرورة صباح متسمية على اسم الطائر ده لأن في منطقة في لبنان اسمها وادي شحرور منها صباح فسميت على اسم وادي شحرور سميت الشحرورة وادي شحرور مسمى على اسم هذا الطائر اللي هو طائر الشحرور اللي موجود وراء مش الطائر الكبير اللي قدامه هو في الصورة وراء خالص الصغير ده ده طائر صغير وديع جداً وصغير ولطيف جداً زي ما حضرتكو شايفين في الصورة حجمه يعني يقارب حجم العصفورة وكان طائر في الجو بمساعدة طائر من الطيور الجارحة زي ما حضرتكو شايفين هو شايل عصاية كده يعني جزع شجرة أو حاجة والشحرور وقف عليها وراء صورة يعني جميلة جداً ومن صور اللطيفة يعني مش كتير تلاقي حاجة شبه كده يعني كنتش عارف انه ممكن الطيور تتكامل يعني يعني عرفت بنيادة بيقول لواحد مثلا تعالي ركب وراي على العجلة مثلا وديك المشوار فده قاله تعالي ركب معايا على بصن الشجرة وديك المشوار أنا مقبنع ان الحيوانات والله يعني هم بين يعني فيه لغة بينهم بعض ومعرفش أنا حتى هم فيه رحمة يعني شوفنا فيديوهات كتير جداً الكلاب مع قطة صغيرة وقطة يعني أنا مملكة وحدها قافت هذا الكوكب بصراحة البنيادمين أنا مقتنع بكده بنيادمين أكتر حد ضر الكوكب وأكتر حد ضر نفسه بنيادمين من بداية التاريخ لحد النهاردة إحنا اللي عملنا الاحتباس الحراري إحنا اللي بنقتل الحيوانات إحنا اللي بنقتل في بعض إحنا اللي بنبوص كل حاجة الحيوانات مسلمة وفيه توازن كده في الطبيعة ما بينهم وما بين بعض فنتعلم من الحيوان نتعلم من كليلة ودمنا مثلاً نتكلم بقى طبعاً عن ضرر الكوكب ويعني تغير المناخ خيروح للقصة حصلت في شاب مغربي مهاجر اسمه عز الدين خرخوش أنقذ سيدة مسنة اجتاحت مياه الأمطار بيتها طبعاً كنا متابعين الفيضانات المدمرة ضربت مجموعة دول في غرب أوروبا المواطن المغربي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد التداول أيضاً التوازن البيئي يعني شفنا زي ما قلت بلجيكا وألمانيا وفي الصين صحيح والحيوانات زي ما قلت الحضرات كدب اللي بينزل البحر في كاليفورنيا والتلج اللي بيسيح في القطب الشمالي والقطب الجنوبي الأمطار اللي حصلت في السعودية وفي الإمارات خلال أسبوع اللي فات الصيف يعني كل ده بيقول إن فيه ظاهرة تغير مناخي بتحصل من المسؤول المباشر عن هذه الظاهرة هي العوادم الضخمة اللي بتخرج من المصانع والسيارات إحنا كبني قدمين في العالم كله شعوب الكوكب كله آه عندنا بعض الحاجات اللي بتضر البيئة نستخدم البلاستيك الحاجات اللطيفة اللي زي دي لازم نخلي بالنا منها بس مش إحنا المسؤولين في المقام الأول المقام الأول مسؤول عنه الحكومات اللي بتسمح بتلويث البيئة اللي سايبها المصانع تلوث البيئة لازم يكون فيه متابعات من كل العالم زي كده اتفاقية المناخ اتفاقية باريس للمناخ الولايات المتحدة الأمريكية مع دونالد ترامب خرجت من اتفاقية باريس للمناخ هي الحاجات دي هي اللي بتضر الكوكب بجد المصانع هي اللي بتأثر هي اللي بتعمل تغير مناخي لكن المواطنين بيأتوا في المقام الثاني بعد الصناعة وعوادم السيارات وكل هذه العوادم التي تضطر بالبيئة يعني ما احناش السبب الرئيسي كبني قدمين استهلاكنا او بيتتأسب الإخراج الكربوني لكل فرض من استخداماته في الحياة اليومية قد ايه مقارنة بمصنع مثلا هو هنا الفرق فلازم العالم كله يحط يده في ايد بعض لان اللي بيحصل ده فعلا خطر جدا جدا افتكروا كده حضراتكم مثلا من عشرين سنة كان الجو بيبقى عامل ازاي في شهر عشر او احداشر كن السنة والجمانة بنتكلم على فكرة ان الجو في عشر او احداشر كان بيبقى فيه مش هقول برد بس فيه سنة برد كده الناس بتلبس يعني لبس ما بين الصيف والشتاء دلوقتي عشر او احداشر بقى احر ده مش في مصر بس ده العالم كله بس المفرقة بقى يا حسيم انه فعلا وقت كورونا السنة اللي حصل فيه احنا بقالنا سنة ونص تقريبا في كورونا الكرة الارضية تحسن هي ارتاحت خلت راحة كده بما ان طبعا المصانع كانت وقفة وما كانش فيه سفر وغيره يعني فعلا الكرة الارضية ارتاحت وشوفنا بقى ان البرد او الفصل الشتاء دخل في معايده الهات الدماء بالضبط اي انا مش عايزين برد اوي ان كنت انا عايز برد يعني مش برد بس يعني لأ فعلا تحسن الجو نفسه التزبط الدنيا تزبطت يا جماعة احنا بنزيد تلات درجات يعني فيه فيه فرق تلات درجات عن قبل كده تلات درجات مش حاجة بسيطة خالص مش حاجة بسيطة خالص يعني فربنا يستر طيب نرجع تاني للعيد وكل سنة وحضراتكو طيبين والعادات والتقاليد في عيد الاضحى دايما بتكون مميزة ومختلفة في البلاد العربية بكل تأكيد يعني مثلا في تونس تونس الخضرة ولهم منها كل التحية وتعدي ازمة المستشفات والكورونا الازمة الصحية على خير هتلاقي اول يوم العيد على الترابيزة اكلة اسمها البازين بالألاية او بالقلاية كما تنطق واللي بتكون عبارة عن لحمة ونشا وعسل وعليها مية وبعض من التوابل في ناس اكلتهم المفضلة في العيد الكمونية دي عبارة عن لحمة ضاني وكبدة ضاني ومحطوط عليها توابل وبهارات وبصل وتوم واظن ان بيبقى فيها كمون بقى لان كمونية يعني جاء من كمون ده غير اكلة اسمها شمنكة واصدقائي التونسة يعني يسامحوني اذا كنتوا بنتق غلط ويعني ايه ويعدوا هالي لان مش متأكد ده شمنكة اللي بتعد من الاطباق المحببة واللي لازم تشوفها في العيد في بعض البيوت التونسية اشتركوا في القناة